أعود وأبقى وسأظل ألاحق وزارة التجارة ومسجل الشركات وين التحقيقات؟ ما تقولون نحن دا نحقق؟ ليش لحد الآن؟ لا أصدرتم بيان ولا قلتم ولا اطلعنا ولا عارفنا شنو هاي التحقيقات؟ سرية؟ الكل تشتكي من الشركات الوهمية يا مسجل الشركات يا وزير التجارة لما بلغتوني قلتوا لي احنا راح نحقق وده زينه وسويته شو تحققون؟ شو تحققون بشنو؟ أعلمونا أطلعونا لأنه البوكسار هنا والناس تأذت هنا كل اسبوع راح أناجدك وخاف تعتقدون الدورة خلصت أقسم بذات الله اللي يطلع واليبقى أبقى وراه إلى أن أشوف قضية مسجل الشركات ليش هاي الصنطة؟ هذا السكوت بحذ ذاته يثير الشبهات وكذلك طالب بقضية السلة الغذائية شنو موضوع اللاوي؟ أنا أعرف وتوقف القرض بعد ما حتين بي لكن أيضاً حتى وأن توقف ما كنت لعلى صفحة أوقف لأنه انطرقت بالإعلام الأشخاص الذين تثار ضدهم الشبهات لازم يحاكمون وعلى الشبهة بعد أن يتوفر الدليل واليقين لأنه إذا يفلت من هذا العقد يروح للعقد الثاني أو يروح للعقد الثالث أو عنده كارتلات لأن يعرف هذا المعالي أو يعرف ذاك بمكتب الرئيس ويعرف ذاك بمكتب الغفير ويعرف ذاك بمكتب الوزير ذؤل آفات اتدمر البلد أيضاً إلى الأخ العزيز عن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أيضاً مناشدة هذه المرأة اللي بتشت السماء والأرض ومصطفى زوجة الشهيد اللي نائمة هي وولدها وبناتها الكبارة بغرفة قابلتك يا سيادة اللواء ودزية كتاب إلى الجهات المختصة وهذا راح ندخل بالشهر الثاني أو الثالث ماكو إجابة المفروض يا سيادة اللواء بمكتبك وأنا أعرف عندك رصد أن تطلعونها وتطلعون هذه المرأة وإن صارت قضيتها نحن نعرف أكو ناس خيرين لكن دمعة الحرة الهراقية على الهواء تكسر القلب أيضاً قضية مرحمة زينة اللي يعتقد من كاركوك اللي تعرضت للمساومات على شرفها في قضية صلاح الدين الأخبار الفريق عماد الدليمي واللواء مدير الدارة القانونية اتخذوا إجراءات بحق هؤلاء الضباط لكن أنا أسأل الفريق السيد الفريق والسيد الوكيل والسيد الوزير الضابط اللي يثبت تعاطيه الرشوة هذا القانون يختص به وأيضاً الابتزاز والمساومة على الشرف هذا ما يجي للدائرة أو للوزارة بقاط ورباط وما يرجع يبقى يداوم المفروض أن تسحب إيده أو يزجن لحين الانتهاء من التحقيقات عندما تتيقن وتتأكد تماماً أن هذه المرأة لديها أدلة وشهود على أساس يرجع يداوم على أساس يبقى بالمركز ومو بس هذه القضية يفترض يا سيادة الفريق أن هذه القضية وكل القضايا اللي يحقق بها هذا المقدم اللي صار عقيد والعقيد الآخر تراجع وحدة وحدة أنا أعرف أن الرجل الذكي فريق عماد والسيد مدير الدارة القانونية ذولا ما يطبون بقوط وأربطها وذولا ما يبقون تسحب يدا لحين الانتهاء من التحقيق يوقف عن العمل ومن ثم أو يدعب السجن لانتهاء التحقيقات حالة حال غيره لأنه الجرم كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر